تنطلق النسخة الثانية من مهرجان العالمين تحت شعار العالم عالمين والذي جذب أنظار العالم إلى مدينة العالمين السحرة ينطلق المهرجان في 11 يوليو الجاري وتستمر فعليته نحو 50 يوما تشهد الدورة الجديدة من مهرجان العالمين عدة فعليات متتالية يشمل خمسة مهرجانات كل منها يقدم فعليات متنوعة تغدم فئة عمرية وجمهور مختلفة عن غيره بعد النجاح الكبير الذي حققه مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الأولى العام الماضي تنطلق الدورة الثانية في 11 يوليو في إطار تعزيز مصر لقواتها الناعمة والاستفادة من مقاوماتها السياحية لتعزيز الدخل القومية الفرق كبير ما بين السنة والسنة اللي فاتت كل سنة إن شاء الله يبقى فيه تطور أكبر السنة عندنا مهرجان نبتل للأطفال وده الحقيقة مهرجان نحن مهتمين بجدا عشان ما يبقاش فيه حد من خارج الأسرة مش موجود في المهرجان كمان السنة دي فيه تعاونات مع مهرجانات أخرى زي مهرجان الرياض كمان السنة دي عندنا مصرحيات ما كانش موجودة السنة اللي فاتت لا السنة دي طبعا حجم الشغل أكبر من السنة اللي فاتت بكتير يعني الدورة الثانية من المهرجان تحمل مفاجئات كثيرة سواء على مستوى المشاركة أو الفعاليات كما قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تخصيص 60% من أرباحها المنتظرة لدعم قطاع غزة فضلا عن توفير مزايا استثنائية وتذاكرة مجانية لأسر وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة نحن نقدم مجموعة كبيرة جدا من الخدمات لتخص الموطنين المصريين ونقدم خدمات جديدة كمان تأثر عالة إيجابية على التشاركة معنا لأننا كبريد مصري بنحرس جدا على التواجد في الفعالات القومية الكبيرة زي العالمين وبنحرس بشكل أكبر كمان أن نقدم خدمات جديدة مخصوصا في السنة هذه مهرجان نابت داوة هي بمشروع كبير جدا إن شاء الله نشارك فيه بشكل إيجابي وبنحرس كمان أن نتواجد مع حضراتكم بفعاليات جديدة وخدمات جديدة تتوفيهم مفاجئات إن شاء الله لكل الحضور بمهرجان العالمين الجهات المنظمة ستخصص شاطئا عاما لخدمة أهالي العالمين لاستقبالهم خلال فترة المهرجان علاوة على إقامة معظم الأنشطة في الفترة الصباحية على مدار أيام الدورة ترشيدا للكهرباء والتزاما بقواعد وقوانين الدولة ويشهد المهرجان أيضا شراكات متعددة بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومجموعة من الكيانات والمؤسسات الاقتصادية وذلك في مجالات التطوير العقري والتسويق السياحي تواجد العرب هنا عشان نقلهم ثقافة السياحة الرياضية نوريهم قد إيه إن مصر مش بس فيها سياحة عادية لا فيها سياحة رياضية فيها مطر سبورت فيها أبطال بتنافس على مستوى العالم لاستثمار الرياضي زاوية أخرى سيركز عليها المهرجان في نسخته الثانية من خلال فتح أفاقي الاستفادة من تنظيم بطولات دولية لاكتشاف مواهب جديدة وتحت شعار لحضارة بلا قوة ناعمة تحتضن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مظاهر ثقافية وتنويرية من خلال أكثر من خمسين فعالية تقدم في المدينة التراثية والمنطقة الترفيهية طوال فترة المهرجان عندنا برانز عالمية موجودة مستعدة تستقبل أي نوع من السياحة أي نوع من السكان أي حجم من السكان بكل الليفلز بتاعتهم تقدم لهم الخدمات بتاعة المطاعم والكافهات والصهر والسياحة والبيتشز فالحمد لله عملنا مكان متكامل يقدر ينافس كل الكميرشل ديستنيشنز اللي موجودة في مصر موقع جغرافي فريد تتمتع به مدينة العالمين لتجذب العديد من الزائرين من كافة الدول حيث استقبلت خلال الموسم الصيفي الماضي أكثر من مليون سائح وتحولت إلى قبلة للاستثمار تحفز رجال الأعمال ورؤوس الأموال الأجنبية لضخ مشروعات التنمية والإسكان والتطوير العمراني في مناطقها باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع